السلام عليكم يا شباب تحية طيبة لكل السودانين داخل وخاري أرض الوطن تعيب تحت حب واحترام ليلة جاء عندنا مش مش شوية هالزول قد يكون غير المواعيدة اللي بيطلع منا لايف طيب قبل ما أبدأ يا ماعة كلنا أم يستابعنا في الميديا أو تسريبات أو أخبار بتقول إنه السيد حمدتي أساء للسيدة ولا ألبوشي في الاجتماع المشترك وكل تسريبات يعني كل تسريبات أصلاً إحنا الحكومة دي من بدل ما في مصدر رئيسي إنت بتاخد منه المعلومة في كل دول العالم المعلومة الأساسية بتاعتك بتاخد من وين أنت بتاخد من الإعلام بتاعة الدولة يعني تلفزيون السودان مفروض أي تصريح ده خلاص ده درائي الدولة إلا عندنا نحن في دولة السودان لحد الليلة يعني في عهد عمر البشير ما في شفافية عشان المواطن ذاته يعرف هو بيعمل في شنو ولا بسوي في شنو الشعب السوداني أصغط عمر البشير وجيبنا حكومة مفروض تكون إنه هي حكومة بتاعة تكنقراتي يعني مفروض إنه حكومة ناس عارفين بيعمل في شنو ما هتلقى إنه معلومة كلها تسريبات التسريبات تطلعت إنه السيدة ولا البوشي في الاجتماع المشترك مع السيد حيميتي اجتماع مشترك ضم كل الوزراء بتعين حمدوك مع عضا ميليس السيادة وحصلت مشكلة بين المشاكل بين السيدة ولا البوشي والسيد عضو ميليس السيادة حيميتي وحيميتي أساء للسيدة ولا البوشي نحن كشعب سوداني أو كعموم أبناء شعب سوداني ما هنقول إنه الرواية صحيحة ولا الرواية خاطئة لأنه ما طلعت من مصدر رسمي لكن السيد أو مجلس الوزراء قال إنه ده كلام فاضي وده ما كلام حقيقي وإنه نحن بنعيش في تناغم وبنعيش في مودة وبنعيش في محبة نحن كأبناء شعب سوداني ما فارق معانا إنه حيميتي يسيئلا ولا البوشي ولا إنه ولا البوشي تضرب حيميتي كف ولا إنه حتد إنه حيميتي أساءلها ولا ما أساءلها أصلا الحكومة القاعدة دي كلها بحمدوك هي راكعة للسيد حيميتي يعني إلا واحد يقول لك يا أخي أمشي ومعارف شنو يقول لك يا مثلا يا ما مؤدو أو يا ما محترم الإساءة دي عندها أنواع تانية الإساءة عندها حيات كثيرة ولا حيميتي إنه محتاج إنه يسي للسيدة ولا البوشي ولا حيميتي إنه محتاج إنه يسي أو يصف ولا البوشي بأي لفظ من الألفاظ كفاية الألفاظ أو كفاية المواغف يعني ما في إنه ركوع يعني كل أعضاء ميليس السيادة بحميتيهم بكلهم راكعين للسيدة حيميتي دي حقيقة ما في زول بنكرة ولا محتاجين إنه نحن نلمع ولا البوشي ولا نعمل ليها مواقف عشان نزيد الإسكور بتاع إنه والله أوحي إنه ولا البوشي واكفة مع الثورة وإحتكت مع السيدة حيميتي لا الإسكور بتاعه أصلا واضح يعني دين الناس كانوا هم قاعدين مع الثوار في القيادة العامة يعني جزء من الثوار القاعدين الليلة هم كوزرة تعاهدوا على مواثيق معاه يعني مواثيق الثورة مواثيقنا اللي كانت في القيادة العامة هتافاتنا الناس الشايفين ما بسيطة دي دي عبارة عن مواثيق لما كان الناس بتقعد مع الثوار في القيادة العامة وبيكلموهم على العدالة وبيكلموهم على الديمقراطية وبيقول لهم إنه نحن حنمند دولة المدنية ويعدوهم إنه في دولة مدنية ويجوا نفس الناس دي هم ذاته كما ذاته هم ذاته ونفس الناس اللي بيقولوا إنه كان حميتي والبرهان دي لغتلونا ودي للي اختصبوا نسائنا ويا جماعة الناس دي لغتلوا بمرور الأيام بنلقى إنه أي وزير من الوزراء بلع الكلام اللي كان بيقولوا يعني زي السيدة ولا البوشي إنه نحن داري نبني ليها أسكور أو نرفع القيمة بتاعته إنه الشاكلت مع حميتي ولا حميتي إنه هو محتاج إنه يخش في صراع النازل كلهم يا جماعة ركعوا وسلموا للسيد حميتي ولا إعظام جلس السيادة مقتصط الجديد كل النازل أدوا ولا أطاعة للبرهان وحميتي تخليك من إنه ولا أطاعة كل الوزراء في حكومة حمدوك دي لأدوا القسم قدام منه يا جماعة أدوا القسم قدام البرهان البرهان منه ما عارفين البرهان منه برهان ده هو الغتل الناس واختصب النساء في القيادة العامة ورمى الناس في نهر النيل ده كلامك ده ما كلامي أنا ده كلام جزء من الوزراء القاعدين الليلة في حكومة حمدوك يعني ده كلام السيدة ولا ألبوشي كانت بتقول الفضل احتصام البرهان وحميتي والميلس العسكري وفيديوهات موثقة وقاعدة ده ما كلامي أنا ده الكلام بتاع السيدة ولا ألبوشي القالت إنه القتلون ده لجن جويض الرباطة برضو نفس الزولة دي لما وصلت إلى الكرسي بتاع السلطة نسى دماء الناس ونسى إنه الزولة أدت الغسم قدام ده ده البرهان القتل أخوانا ده البرهان القتل أخواتا ويختصب أخواتا من الكنداكات ده البرهان والعساكر الهم دنسوا قرامة المرأة السودانية وهي تحسب للمرأة السودانية ده البرهان وحميتي زاتهم اللي هي بتأدي القسم قدامهم البرهان ما محتاج إنه يسي النازل براهم أساءوا لنفسهم النازل براهم أساءوا لنفسهم إنهم أدوا القسم قدام البرهان وحميتي وعارفين إنه البرهان وحميتي شنو غاتل النازل هما أساءوا لنفسهم لما نجوا وقعدوا في طاولة مع القاتل ذاته فما بالك أنك أنت تكون قاعد مع القاتل في طربيزة وبتأخذ تعليماتك من القاتل فالبرهان واللحميتي ما محتاج أنه يسيء إلى ولاء البوشي ولا محتاج أنه يسيء إلى مدني عباس ولا محتاج أنه يسيء لأن النازل هما براهم قللوا المكان بتاعتهم وارضوا أنه يكونوا محكومين بالقاتل والمختصب نقطة سطر جديد الموضوع الثاني اللي أنا ماشي عليه الموضوع بتاع استغالة السيدة مريم الصادق المهدي من الإدارة العليا لإدارة الأزمات كلكم متابعين قبل مدة من الزمن إن السيد رئيس الوزراء حمدوك أطال الله في عمره وده الصحة والعافية حمدوك ولا الكيزان الجوع ولا الكيزان الكلام ده كله حمدوك كون لجنة لأنه في أزمة اختصادية أي زول حاسي بيها ما في زول بنكرة لا قحاتي ولا حزبي ولا جنجويدي في أزمة اختصادية حصلة في السودان والأزمة دي ما تحلت ولا حتتحلت قام جا السيد زي ما يقول لك في مسأل عندنا بيقول لك يا أخي جاء يكحيل عماها جا السيد حمدوك عشان يحل الأزمة الاقتصادية دي كون لجنة كون لجنة هل كون لجنة من الخبراء هل حمدوك مش جاب الخبراء السودانيين في كل دول العالم في الخريج في خبراء اقتصاديين في أوروبا في خبراء اقتصاديين في الجامعة السودانية دي خلونا نحن القاعدين برا الجامعة السودانية جامعة الخرطون ولا جامعة السودان ولا جامعة النيلين دل عندهم تيم بتاع اقتصادين هل حمدوك مش اختارهم لا حمدوك جاب لجنة في الوقت ده كون لجنة بغيادة السيد حمدتي يعني لجنة لإدارة الأزمات الاقتصادية بغيادة حمدتي بغيادة زول ما قرى مدرسة بغيادة زول ما دخل مدرسة ما عيب إنك تكون ما مدعلم ما عيب الحاجة دي لكن بقولك رحم الله على ما قدر نفسه أنا ما مدعلم عارف قدراتي شو يا جماعة أنا المنصف ده ما بتسلموله سيد حمدوك خل كل الاقتصاديين وخل كل الخبراء وجاب الجنجويض الرباطي وجاب معه مريم الصادق المهدي وجاب معه إبراهيم الشيخ عشان يحلوا المشكلة بتاعت السودان مريم الصادق المهدي بعد يومين طلعت بيان جميل جدا يا جماعة يعني مريم الصادق المهدي قدمت استغالتها أو تنازلت عن المنصف في الإدارة بتاعت أدارة الأزمات قד خلونا قبل ما نجي لمريم الصادق المهدي انه يتنازلت مريم الصادق المهدي الشعب السوداني داخل الخرطوم وداخل ولاية السودان طرد ابوها شر طرده يا الصادق المهدي مع السلامة زي ما الصادق المهدي اطرد من نيالة يا الصادق المهدي مدى لنك مريم الصادق المهدي ذات لما كانت بتطلع وبتقعد مع لجان المغاومة طم طرده طم وصفه بالكذابة يعني تخيل انه زول قيادي في حزب من الاحزاب الشعب يقول له انت كذاب يقول له انت منافق غلطان الشعب ما غلطان الشعب ولا غلطان أنا ما حقدر ألوي ما الشعب الشعب أدى فرصة لكل الأحزاب السياسية الليلة الكام غائضة تفاوض منهما الأحزاب السياسية الكوان حكومة حمدوق دي منهما الأحزاب السياسية تمام الجاب حمدوق ذاته منهما الأحزاب السياسية كل الجوطة اللي احنا حايمين فيها ديابه هو الأحزاب السياسية فالمواطن لما نقول لي مريم الصهد المهدي انت كتضابة المواطن ما غلطان الغلط من الأحزاب هي اللي تدنست وتنازلت عن مبادئ الثورة السودانية نجي نشوف مريم الصادقة المهدي طلعت بيان جميل جدا شوفوا يا عمش بيان كبير وطويل وعريض لكن أنا هأجي بس للمخطة بتاعت شنو بتاعت هذه النقطة هنا قال لك اجتمعت اللجنة اجتماعا مطولا مباشرا بعد نهاية الاجتماع الثلاثي المسكور بغالبية عضويتها بحثت فيها الأزمة الراهنة بمسؤولية وشفافية شوف مريم الصادقة المهدي تكلم لنا عن بالشفافية يعني بالشفافية قال لك وبدأت في وضع الحلول العاجلة حتى الآن يعني اللجنة دي قعدت وطلعت حلول عاجلة من وطلع الحلول العاجلة مريم الصادقة المهدي مريم الصادقة المهدي خريجة بتاعت مازا خريجة بتاعت طب يعني مريم الصادقة المهدي لو جاءت تكلمتني عن الفيروس بتاعت الكورونا طلعت لنا حملة توعوية عن فيروس الكورونا ورتنا كيف يغسلوا الأيادي طلعت وعملت مبادرة في الشوارع بتاع التوعية للشعب السوداني عن مرض الكورونا أو عن الأمراض المنغولة ممكن أقول إنه والله هذا المجال اللي بتفهم فيه مريم الصادقة المهدي مريم الصادقة المهدي خرجية اختصاط لا مريم الصادقة المهدي هل عندها خبرة في إدارة الأزمات لا مريم الصادقة المهدي حسب معاناة المواطن لا طيب مريم الصادقة المهدي جابوها ليه جابوها عشان تتم لك المسرحية بتاعة النزاهة والشفافية وإنه نحن ما هنكذب على الشعب السوداني شوف مريم قالت لك شنو أو المبروكة السيدة مريم قالت لك الحاضنة السياسية متمثلة في المجلس المركزي تغرر تغرر غرار بصورة جماعية شفافة في اجتماع رسمي الورشة المغدمة من قحت أعلاه ثم يبدأ أفراد منها في الهجوم على القرار الجماعي الذي شاركوهم أنفسهم أو ممثل مكوناتهم فيه يعني قلت لك إنه في مشاكل في الحاضنة السياسية ده كلام مريم الصادق المهدي قال لك التردد بشأن الشراكة الثلاثية ودور المكون العسكري فيه خاصة دور الدعم السريع ما زال الأساس الذي يحكم هذه الشراكة يعني قلت لك مريم الصادق المهدي إنه في ناس رافضين دور المكون العسكري في إدارة الأزمة الاقتصادية طيب قلت لك التردد هذا فيما يخص الشراكة والعقلية المعارضة في العمل السياسي التي تتسيط طريقة تفكير قيادات قحت هما عوامل ذاتية أشدة مضاءاً وتأثيراً في التسبب في البطء في اتخاذ الغرارات يعني القيادات بتاعت قوى الحرية والتغيير هما مترددين والعقلية بتاعتهم عقلية بتاعت مضاء عارضة يعني عقلية بتاعت ماشطين زي كده بذول بنتقد بس تمام قال لك في نهاية كلام قلت لك لذلك فإن قياب منهجية واضحة للعمل في دولاب الدولة وقياب روح الفريق وضحف القدرة على الثبات على هذه الغرارات المتخزة كلها عوامل تغزي وتقوي بعضها البعض وتجعل من الوضع الراهن المفهوم والممكن الحل وضعاً كارثياً يعني مريم الصادقة المهدي طلعت ليه وقدمت استغالاتها لأنه هي زولة شفافة لأنه هي زولة وطنية قالت ليك إنه ياه والله في جزء من مكونات غوى الحرية والتغيير تشايفين إنه شراكة المكون العسكري المكون العسكري ذا هل يخش في الجانب الاقتصادي وفي كل دول العالم المحترمة يا سيدة مريم الصادقة المهدي المكون العسكري في كل الدول العالم أبوك دمه سافر ومشى ويعرف المكون العسكري ذا عنده التزامات الأمن والدفاع ما عنده علاقة بالاختصاب ما في دولة محترمة اقتصاد الليلة في الطب العساكر ماسكين فيها أي جانب الاقتصاد العساكر مهمة ما الأمن يعني إنك أنت يا مريم الصادقة المهدي لما انتلقى لك إنه شركة بتاع الجيش عندها تصنيع حربي دا ما معناته تغول تمام لكن لما انتلقى إنه شركة الجيش عندها القمح والدقيق واللحوم دا تسيوم مريم الصادقة المهدي هنا تكلمت لنا عن النزاهية وتكلمت لنا عن الشفافية وتكلمت لنا إنه المشكلة في قوى الحرية والتغيير دا بيقودنا إلى شنو دا بيقودنا إلى إنك مسكت قيادات قوى الحرية والتغيير يعني لو مسكت حزب السنابل أو حزب الدقير بتلقى ويتكلم عن شنو بتلقى إنه الدقير بيقول لك إنه هناك تجاوزات في تعيينات قوى الحرية والتغيير تمام شوف يعني دا سيد الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني بيقول لك شنو بيقول لك هناك تجاوزات في تعيينات قوى الحرية والتغيير طيب الأخو عبارة عن شنو الأخو عبارة عن قوى الحرية والتغيير يعني حزب السنابل الليلة بيتهرب من الحكومة الحالية دي دي ما حكمتي ما بعرفها ما شفتها التعينات التي تم تعيينه دي انا ما بعرفها تجي به هنا بتلقي المصطادقة المهدي بيقولك ان قوالحرية والتغيير قد قامت بتهميش حزب الامة طيب حزب الامة هل هو ما تابع له قوالحرية والتغيير يعني اللي لا حزب الامة قوالحرية والتغيير دي همشتنا وما عملت معانا طيب دي عشان انت تفهم العقلية الليلة اللي بيفكروا بها قوى الحرية وتغير دعالوا خلونا نمشي للعقلية بتاعت الكفار ما هو الكلام ده كله جاي من الكفار الزماني الكفار الزماني في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما الرسالة بتاع السيدنا محمد بدأت تطلع على يعني بخلاص بيقت الرسالة العلنية الكفار بتاع غريشة الموضوع دماء الكفار بتاع غريشة اللهم سادات القوم في الوقت داك سادات القوم اللي كانوا حاكمين في شفت غرش نفسه لplets غريشة اللي حاكمين في السودان آل الدقيضه صادق المهدي آل الميرغني دالهم سيدا القوم نفسه كفار المشركين اللي كانوا في عهد الجاهلية الكفار دلقعدوا مع بعض يا جماعة رسالة السيدنا محمد دي ماشى في الانتشار ورسالة سيدنا محمد دي بتدعو الى العدالة يعني سيد القوم والزولة البسيط هما قدام الغانون حاجة واحدة دي بتأثر على سيدا القوم برضو عندنا في السودان هنا دي بتأسل على أسياد الغوم يعني إنك تكون في عدالة يتحاسف فيها الصادق المهدي ومع المواطن العادي دي حتضيع الصادق المهدي حتخذته فيه فتيل تمام دي الأسياد الغوم جوا الكفار قالوا يا سيدنا محمد دي نحن نتخلص منه كيف فقام جاتوا بخطة شيطانية إنه محمد ده لابد من قتله سيدنا محمد صلى الله عليه وعليه ومعه صلوا على الحبيب المصطفى صلوا على الحبيب المصطفى النازل وصلوا إلى قناعة إنه سيدنا محمد ده عشان ينهو الرسالة بتاعته إنه يقتله طيب محمد ده نقتله كيف لو كتلتوا قبيلة من القبائل ده حتبقى موضوع بطع قصاص يعني بين قبيلتين بين قبيلة بني هاشم أو أو قبيلة عبد المطلب مع القبيلة الثانية لا طيب نضيع دم سيدنا محمد ده كيف جات الخطة الجهنمية من كفار غريش أو سياد القوم طيب يا جماعة محمد ده نحن عشان نقتله لابد إنه الدم بتاعه يضيع بين الغبائل كيف الدم بتاعه يضيع بين الغبائل من الذي قتل محمد ما تكون عارف من الذي قتل محمد من الذي ساعته في قتل محمد تكون عندك كل أنت بتحارف في كل الدولة قاموا أخذوا مثال يشيلوا رجل من كل قبيلة يعني من بني هاشم يشيلوا رجل من ما عارف حضر موت يشيلوا رجل 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 بحيث إنه النازل يمشو يقتل محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ضربط رجل واحد يعني السيف انزل في رغبة السيدنا محمد مرة واحدة عشان شنو عشان أسر السيدنا محمد ما تعرف القصاص بتاعه عم منه دي تربية الجاهلية من أسياد الغوم دل حصل الليلة من قوى الحرية والتغيير قوى الحرية والتغيير وصلت إلى قناعة إن الشارع بقواصل إلى مرحلة 460% إن قوى الحرية والتغيير فاشلة دي ما في ظل بنكور إلا قوى الحرية والتغيير أو حزبي الليلة المواطن حاسب معاناة الليلة الأزمة الاقتصادية حاسبها معاناة الليلة اي واحد فينا عارف انه حكومة حمدوك دي ضعيفة اي واحد فينا عارف انه ليلة الكيزان لحد الليلة قاعدين يعني دي زي ما اسمحته كلام امنا ام الشهيد شباب الصوت بتاعي ده ما واضح سعادت الليوة محمد صوتي ده ما واضح يا شباب انتظر شوية شباب حد ما زول لك كل دي من صوت واضح حكون شاكر الله يكون لانه فيزول هنا بقول الصوت ما واضح الصوتي واضح يا شباب يا سودانيين يا حلوين الصوت يا شباب واضح طبام كنت اواصل وين طيب دي الخطة زماني بتاعت اسيادة القوم دي اسيادة القوم من الليلة في قوة الحرية والتغيير قوة الحرية والتغيير كانت بتبيع الوهم للمواطنة السوداني ما من الليلة يعني قوة الحرية والتغيير بداية الناس دخول القيادة العامة كانت بتبيع على الوهم بتبيع على الوهم انه نحن حنجيب دولة مدنية انه نحن حنحاسب إنه نحن يا جماعة حنخط البرهان وحميدت دفي فتيل يا جماعة نحن حنعيد الأموال المنهوبة بمرور الأيام العورة ظهرت للمواطن السوداني بمرور الأيام زماني كان بيخدر بيقول لك إنه العدالة دي العدالة الانتغالية حتتحقق بمرور الأيام الليلة أي واحد واصل فينا إلى غناعة إنه ما في عدالة حتتحقق الليلة أي واحد واصل فينا إلى غناعة إنه عمر البشير قاعد يضحق علينا شوف الشعب السوداني ده شوف الأحزاب المطيعة دي ضيعة ثورة الشعب السوداني. شوف الناس الليلة بنتكلم على تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية. عمر البشير بيضحك فينا. بيضحك فينا لانه الاحزام متواطئة. فعشان الاحزام تطلع من الموضوع ده فكرت في التفكير بتاع الكفار بتاعين قريش. شنو? ضيعوا حقوق الشعب السوداني لتضيح حقوقه بين القبائل. الليلة كلنا تابعنا اسرة الشهيد ام كشة طالعة قبل يومين في الشوارع ما عارفة دم ولده وين. بتمشي للنيابة العامة بيقول لها انه ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تغير بيقول لها امشي لنبي الاديب بيقول لها امشي للنائب العام بيقول لها امشي الى حمدوك بيقول لها امشي الى حمدوك حمدوك مسافر ده تضييع دماء ابناء الشعب السوداني الليلة تلقى انه الاحزاب السياسية الصادقة المهدي بلوم لقوى الحرية وتغير كأنه الصادقة المهدي ما مكونات قوى الحرية وتغير الليلة الدقير بيقول لك انه والله العظيم الوظائف دي يا جماعة ده سياسة التمكين سياسة التمكين لامنو يا سيدة السيمبولا لامنو لو كائنات فضائية ولا لقو الحرية وتغير طيب انت مام من مكونات قو الحرية وتغير اي انا مام من مكونات قو الحرية وتغير. انت كولكم شركاء في في الجريمة اللي انتو عملتو هذه. تمام? فانك انت بتلقى الليلة انو الليلة كلما طالب الشعب السوداني انت للقو الحرية بتقول لك ده ما نحن. و تناسو تماما انو حكومة حمدوك دي جات من اين? جات من رحمة الاحزاب السياسية. حكومة حمدوق دي من الذي كان يرشح من الذي يرشح السلك الوزار الضعيف ده كله منه ترشحته قوى الحرية والتغيير. بخطيات ده لما ما طلع عليكم رئيس حزب المؤتمر حزب البحث الاشتراكي. لما نكاتب اسامي التعيينات في ورقة. هم اللي كانوا كاتبين التعيينات في ورقة. فضل ضبيعي جدا. انه هم يغبشوا لك الوعي زي ما طلعت لك مريم الصادقة المهدي. قلت لك انه والله احنا انا انا تنازلتها. لانه اه الشفافية وما عارف شنوه. في حين انه مريم الصادقة المهدي كانت يا جماعة الليلة ولا بكرة كانت حد اقدم استغالتها. زولة ما بتفهم في الاختصاد حاجة. زولة لو سألت اتنين في اتنين بكم بتقول لك بعشرة. دي مريم الصادقة المهدي. يعني دي زولة هو طبيبة. ام شو دخلوها مستجفيات الكورونا خلوها تشتغل مع الناس توعية في الكورونا. لكن تشتغل في اختصاد وفي اخوت اموات شعبي سوداني. اقدم استغالتها. لانه فاشلة. زي ما نقول. السيد مبارك اردول. وتكلمنا كتير جدا في السيد مبارك اردول. انه ما كفاءة. يا جماعة احنا بنتكلم. ما بنتكلم. بنتكلم على على تخصص الزول. الزول في في الجامعة قرى شنو? وبعد الجامعة حضر في شنو? دي الحاجة وبعد ما حضر اشتغل كم سنة. اشتغل كم سنة. يعني ما? يعني ما? يعني ما انا جاء اغيم لك وزير من الوزراء ما بنظر. بنظر الى المادة القرى في الجامعة شنو? هل بعد الجامعة يتخصص في حاجة? اه يتخصص في حاجة. طيب بعد الجامعة اشتغل كم سنة? عنده الخبرة بتاعته كم? دي اللي انا بقيز بها. انه زول ممكن اشتغل ولا باشتغل. مبارك اردول الناس انتغطته لانه هو ما كفاءة. الليلة سيد مبارك اردول. قال داري قدم الاستغالة بتاعته. داري قدم استغالة بتاعته لانه هو ما زول الكفاءة الخاتينه في المكان الصحيح. فقوة الحرية والتغيير عشان ترضي السيد مبارك. اردول حولته الى مستشار. وفي السودان يا جماعة في السودان للناس اللي اشتغلوا في الشركات. في السودان اول ما انك انت تلقى لك اقول لك فلان ده مستشار? عشان تعرف انه هو مستشار قاعد كنب. في مستشارين في السودان قاعدين كنب. بيفطروا وبيشربوا الشاي وبيمشوا بيوتوب وبياخدوا مرتبات. ما عندهم اي دور في الدولة. بتعاين للزول. الزول عمره من تمانية واربعين سنة. وين تطالع? الزول من عمره من تمانية واربعين سنة. وين تطالع? ده معناته مستشار فعلا قاعد يشتغل. الدولة محتاجة له. طيب بتنظر الى حاجة تانية. هل المستشار ده عنده دراسات علية? يعني فوق الماجستير عنده دكتوراه. يعني يعني زول تقى شغال في ستين الف شركة. خلاص. قرب الى المعاش قالوا يستفيدوا من خبراته ده كمستشار. ايوة. تمام? ده بيقول انه ولا يده مستشار شغال. لكن في حالة مبارك اردول زول عمره ما فاتت. ما وصل اربعين سنة. ما عنده دراسات علية ولا عنده شهادات علية. ولا اشتغل في شركات محترمة شركات عالمية عشان انا اجي اشتشيره. فبعرف انه مبارك اردول طردية. انت قول يا مبارك قاعد كلب. وادل مرتب بتاعك. فدي كلها اخفاغات كانت ممكن من الامكان تداركة. لو لا انه الاحزاب السياسي اصرت. اصرت على الخطأ. يعني 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 ما خلط النزول اغلط. لكن خلط انك تصر على الخطأ. الشعب السوداني قال لك كفاءات مستقلة. يعني نجيب احسن عشان اشتغل عشان ما بعد ستة شهور يقدموا استغالاتهم ولا يمشوا. ده كله ضياء من ضياء من الشعب السوداني. تمام? فده. ابو المعالي حماديس. شاد تنتقد في الناس انت طيب مهندس علاقتك. يا ابو المعالي انا مهندس اه وبرضو ادارة هندسية وادارة ازمات وشوية جوانب اختصادية. انا كلام الى بتكلم ده. انتقاد الانو بانتقاده ده. ده تفهم في الحديد الهندسة دي يعني ستمية الف مجال بمناسب الهندسة دي فيها الجانب الاداري فيها الجانب الهندسي فيها الجانب التنظيمي كل الكلام اللي بنتكلم في ده وقريناه في جامعات يعني كيف انك تكون في الجانب الاداري كيف انك تجيب الزول في مكانه الصحيح ده كل انتغادنا لمريم الصادقة المهدي انه هو زولة طبيبة جاية تتكلم لي في الاختصاد شنو جاية تتكلم لي في النظريات شنو حميد زول ما قاري حيفهم شنو في الاختصاد حيقدم شنو حيقدم شنو نفس انتغادنا لم مدني عباس كفاءاته ما بتسمح له انه يكون وزير تجارة وصناعة اتحدى مدني عباس في اي مناظرة لهو دائرة يجي وريني الانظمة الصناعية شنو في السودان في العالم شنو يجي مدني عباسي وريني التكنولوجيا الصناعية الحديثة شنو ما تي حاجات لابده انه وزير الصناعة يكون عارف ما عارفة عشان كده حيكون يتكلم لك في التعليم حيتكلم لك في الزراعة حيتكلم لك في البنية التحتية لكن ما حيتكلم لك على تجارة وصناعة لكن بيفتلك في الحقيقة التانية خلونا نمشي للموضوع التالي تتذكروا زماني يا جماعة تتذكروا زماني قبل أربع شهور ولا شهرين بتذكروا طلعت صورة في الميديا بتاعة عدس الدعم السريع تتذكروا الكلام ده إن الدعم السريع عمل ليه عبوات بتاعة عدس ووزعها للمواطن السوداني تمام الحملة بتاعة الدعم السريع دي لقت حالة بتاعة انتقاد غريب جدا من أمناء الشعب السوداني طيب الانتقاد لقته من وين لقته إن الدعم السريع هو شريك في فضي احتصام القيادة العامة وهو القتل الناس وهو اللي ارتكب مجازر جماعية في دارفور وهو الضرب الناس يعني كراهية الشعب السوداني للدعم السريع ووصفه إن دي الماليشيات جنجويض رباطة شافت جنجويض الرباطة بيقتلوا أخوانه فحمدتي عشان يلمع الصورة بتاعته يعني حمدتي خلاص يعني الصورة بتاعته بيقت صورة مهزوزة قدام الشعب السوداني حمدتي لابد إنه يخلق حاضنة اجتماعية يعني حمدتي دا عشان يحكم السودان أو إذا عنده رؤية إنه يحكم السودان أو عنده رؤية إنه أي حاجة يشتغلها لقدام لابد إنه يكون في قبول من المواطنة السوداني مفزل بيعيش براو إنت الليلة في الحلة بيعيش براك مرتعيش براك فالدعم السريع عمل حملات بتاعت عدس ووزعها للمواطنين السودانيين يعني يعني اللعب على الأوتار الإقتصادية يا حمدتي إنت غاتل يا حمدتي النازل جعانين النازل ما قادرين يأكلوا وفي أزمة اقتصادية دعال يا حمدتي وزع للناس دا العدس للناس الغلابة عسى ولعل إنه النازل يحبوك فالحملة جات في الوقت داك رفضها إنه حمدتي غاتل ومختصب وإنه حمدتي بتاجر بغوة الناس يعني دي التجارة يعني إنت عندك التجارة بغوة الناس يعني إنت دا تلعب على الأوتار الضعيفة عند المواطن عشان المواطن يحبك يعني يعني تخيل إنك إنت كده ماشي في الشارع لقيت لك زول يعني يعني زول فقير تخيل لقيت لك زول لقيت لك زول فقير إنت زول محتاج دا عايزي يأكل ما لاجي حق الأكل جيت إنت طلحت من جيبك عشرة جنيه قلت لها حبيبنا السلام عليكم والسلام الرحمن أنا خديك العشرة جنيه دي بشرط الشرط شنو إنك أنا أفتح فيديو تطلع وتقول إنه والله يا خيبا الزول دا مناضل الزول دا كويس الزول دا وقف معانا في الثورة الزول المواطن البسيط دا في اللحظة دي عايزي يأكل حيطلح شنو لو إنت زول كافر لو إنت زول مجرم لو إنت زول عندك السبعة وزيمتة الزول دا حيشير منك العشرة إيناع عشان يمشي أكل أولاده وحيطلع ويتغزل فيك ويقول إنه زول كويس ويقول إنه زول محترم لكن هل الفقير قال الكلام دا من تلغى نفسه لا ما قاله لكن إنت تاجرت بالمعانا بتاعته إنت تاجرت بالأزمة بتاعته دا نفس الحاجة العملاء حمدتي إنه تاجر بالأزمة الاقتصادية عشان كده حمدتي لما انجا وزع العدس والدقيق وزعوا وين وزعوا عند الناس المحتاجة الناس البسيطة بنلقى إنه حمدتي فات ولاية النير الأبيض هم ناس بسيطين تعليم شوية دي الأهلي يعني تعليم شوية بسيط حمدتي مشى لك عشان يلعب على الأوتاري بنلقى إنه حمدتي مشى الخلاوي يعني الخلاوي تحفيز الغران عشان يلعب على الأوتاري فرفضنا إنه حمدتي كان بتاجر بأزمة الشعب السوداني حمدتي دا غاتل وحمدتي دا مختصب حمدتي دا لابد أن يقدم إلى محاكمة فيا حمدتي ما تجي تلعب على قوتنا وعلى بطننا دا ارتجوعنا عشان نركعليك ونحن شوفتنا نركعليك مرة الأيام وجات الليلة عندنا أزمة بتاعة كورونا يا شباب أتمنى إنه ناس تشير اللايف دا بالتحديد بالتحديد داير الناس تشير اللايف دا عن أي زول حزب مؤتمر سوداني أي زول بتعرفوا حزب مؤتمر سوداني وشيل ودي له الرسالة دا عسى ولعل إنه تصليه الليلة عندنا أزمة بتاعة كورونا عندنا أزمة بتاعة كورونا وكلنا الشعب السوداني خايف عندنا شوح بتاع الموارد عندنا في الناس الليلة متخوفة من الكورونا ما يفزل من كل الحاجة دي. ظهر ليلة الليلة الحل السحري. حزبي من الحزب السياسي اللي هو حزب المؤتمر السوداني مطلع معقم. معقم? طلع معقم من حقك تطلع معقم انت كحزب جزء من الشعب السوداني. تطلع معقمات توزع لابناء الشعب السوداني. لكن المعقم طالع فيه الدباجة بتاعة حزب المؤتمر السوداني. اي واحد يجي يقول لك والله يا حبيبي يا اخي ده حزب ومن حقه انه يعمل. لمن حقك انت تعمل. من حقك انك تتعمل. ده حق من حقوقك. لكن ما من حقك انك تتاجر بازمة من الازمات وتخط صورة في في المعقم بتاعت تسميها حزب المؤتمر السوداني. دي دعوة للانتخابات بتاعتك. يا السيد الدقير ويا السيد السنبولة. تمام? انتو في نفس الخانة بالمناسبة انتو في نفس الخانة مع 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 حميتي. ازا نحن بنقول انه حميتي غاتل. ازا نحن بنقول انه حميتي مختصب. ازا ازا نحن قلنا انه حميتي ارتكب مجازر ابادة جماعية. ازا نقول انه حميتي يعني قتل الناس. انتو بالمناسبة يا احزاب سياسية. ويا حزب المؤتمر السوداني في نفس الخانة مع الجنجويضة الرباطي. الجنجويضة الرباطي الحاجة الوحيدة اللي بفهم فيها القتل. يعني حميتي ده ما قنا ولا تعلم. ولا عنده اسلوب خطابي. بيعرفي حاجة واحدة. كل تشت. اكسح امسح قشو. ودي الحاجة نفسها في القيادة العامة. امسح اكسح قشو قشح. طواري. انتو عملتو شو انا وريكم انتو يا سنابل ويا حزب المؤتمر السودان. انتو في نفس المرتبة. وللناس اللي بيقول انه بالمناسبة يا شباب. حزب المؤتمر السوداني كان من اكتر حزب عنده قابلية في الشارع السوداني قبل صعود عمر البشير. حقيقة نسبتها. حزب المؤتمر السوداني كان من اكتر الاحزاب يعني احنا كحركات شبابية كنا قريبين جدا من حزب المؤتمر السوداني. كان شغولنا بكون معاو. يعني شغولنا مثلا حملاتنا التوعوية. دعوات الناس الطروع الى الشارع. حتى الحملات الاسفرية اللي كنا بنشتغلها. كنا بنشتغلها مع جزء من شباب حزب المؤتمر السوداني. لكن حزب المؤتمر السوداني. ده شوف الليلة التهمة بتاعته شنو. حزب المؤتمر السوداني شريك في تضييع احلام الشعب السوداني دي المقطة الاولى سبتها يا حزب السنابل القصة انت زي ما حميت دار يلمع نفسه على بالدقيق والعدس انت دار تلمع نفسكم عن طريق المعقم لا اكتر ولا اقل دارين تكسب وجزء من كراهية الشارع اللي هي فقدتكم حزب الشعب السوداني كان بيحترم حزب المؤتمر السوداني بالمناسبة لكن دعا نشوف حزب المؤتمر السوداني ردوده كانت شنو حزب المؤتمر السوداني هو الحزب مع مكونات من الاحزاب السياسية لما نتكلم على الهبوط الناعم اول ما نقول هبوط ناعم طوال مفرض يجي في هنا حزب الامة ويجيك هنا حزب المؤتمر السوداني ويجيك هنا الاحزاب الطائفية طوال لما نقول لك انا حزب الهبوط الناعم طوال حزب المؤتمر السوداني طيب حزب المؤتمر السوداني عن طريق قياداته باعوا الوهم للشعب السوداني يا أديقير ما هننسى إنكم إنتوا بالتحديد قيادات حزب المنطمر السوداني باعت الوهم لأبناء الشعب السوداني إنتوا لما الناس كانت في القيادة العامة إنتوا أول حزب طلحتوا وقلتوا إنه المجلس السيادي مجلس تشريفي أول زول طلع من قيادات الأحزاب والحرية والتغيير خالي السيليك والكلام موثق وقاعد أول واحد مسك المايك وقال يا جماعة المجلس السيادي مجلس تشريفي ما عنده صلاحيات حمدتي والعساكر دي اللي حيكونوا قاعدين يتفرجوا ده باع الوهم لأبناء الشعب السوداني خدرتوا أبناء الشعب السوداني خدرتوا أبناء الشعب السوداني اللي كان بيقول لكم دولة مدنية اللي كان بيقول لكم يا دمانينا عايزين مدنية كاملة اللي كان بيقول لكم يا خدرين أحلامنا إنتوا كقياداتكم بيحتوا الوهم بيحتوا الوهم لأبناء الشعب السوداني انتو قياداتكم كحزب مؤتمر سوداني المتمثلة في الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالي السلك أول حزب قال صراحة يا شباب ما تقولوا تسقط ثالث والشعبي في القيادة العام ما كان بيقول تسقط ثالث قلتوا لا العساكر دي شركاءنا صح والله ما صح يا ديقير يا سنبلة انتو قياداتكم أول ناس يا جماعة الناس تكون عارفة معلومة لما انصغت عمر البشير وجاء ابن عوف وبعد سقوط ابن عوف جاء المجلس العسكري عن طريق البرهان قوة الحرية والتغيير اختارت خليفة ابن عوف قوة الحرية والتغيير هي اختارت البرهان ابراهيم الشيخ هو الذي اختار البرهان انه يكون شريك في السلطة الكلام ده قبل ما الناس تتكلم اول زول شفت البرهان معك في القيادة العامة كان ماسك يد منوك كان ماسك يد ابراهيم الشيخ القياد السابق بحزب المؤتمر السوداني ورئيس حزب المؤتمر السوداني انتو كأحزاب سياسية بحت الوهم والمحصلة كانت ضياء دماء أبناء الشعب السوداني حمدتي غتل غتل حمدتي اختصب اختصب حمدتي عنده مجازر إبادة جماعية يس نعم عنده انت بحت دماء الناس نعم بحت دماء الناس يا حزب المؤتمر السوداني وبحت دماء الشهداء بأرخص الأسمان انت كأخوة حرية وتغيير بحت ثورة الشعب السوداني بحت ثورة الشعب السوداني أيها نعم وسلمتها انت للعساكر وغشيت الشعب السوداني انه دي دولة مدنية وهي دولة الليلة ظاهرة عيني عينك وهي دولة عسكرية وهي الدولة القتلت وهي الدولة الاختصبت انت شركاء في ضياء أبناء الشعب السوداني انت ضيحت أحلام الشعب اللي كان بيحلب به دولة السودان ودولة الديمقراطية ودولة السودان انه يكون الاختصاد ودولة المواطنة وانه دخل الفرد يكون الف دولار في الشهر وان السودان يكون دولة اقتصادية انتو ضيحتوها وسلمتوها للعساكل انتو ضيحتوها باختياركم نبي الأديب من الذي رشح نبي الأديب كأنه يكون لجنة التحقيق في فضح تصام القيادة العامة من الذي رشح نبي الأديب انتو يا احزاب قوى الحرية والتغيير فقلت لكم اذا بالنسبة لنا حمدتي هو مجرم حمدتي غاتل انتو بنفس المرتبة زي ما قال واحد من ابهات الشهداء ما انسيت اسمه اللهم صلى الله عليه وسلم السيدنا محمد الصادق السمل اذا قلت في اسمه لكم العذبة حتى ترضوا يا جماعة